أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وعند رسوله إلا الذين عادتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا له إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا ينقبوا فيكم إلا ولا زمة يرضونكم بأفواههم وتأذى قلوهم وأسلهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا اشتركوا في القناة لا يرقبون في مؤمني إلا ولا زمة وأولئك هم المعتذون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعلوا في دينكم وطعلوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمانهم إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتعون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين قاتلوهم وعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين قال اتوبوا الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون قدق الله العظيم